السلام عليكم الله أيها الأخوة والأخوات كثيرون يريدون الاعتكاف هذه الليلة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذن لا بد من مسجد يكون فيه الاعتكاف وأيضا إذا كان يأتيه يوم الجمعة مثل غد لأن يا إخواني هذه الليلة هذه ليلة 27 وهي ليلة جمعة والجمعة يوم عظيم الجمعة يوم عظيم ليلته ونهاره فليلة الجمعة ليلة عظيمة وهذه ليلة 27 وهي ليلة عظيمة صار عندنا ليلة الجمعة وليلة 27 ترى لا تفوت لا تفوت لا تفوت لا تحوت الآن البعض يريد من المغرب أو يفطر ويذهب إلى المسجد ما يطلع إلا الفجر أو قبيل الفجر للسحور مشروع ممتاز لازم نكون في المسجد ما في اعتكاف خارج المسجد بما أنه رح تأتي الجمعة غدا لازم يكون جامع حتى ما تضطر تطلع لصلاة الجمعة لأن الجمعة تتخلى للاعتكاف فيكون الاعتكاف في مسجد جامع المرأة طبعا ما تعتكف إلا إذا كانت طاهرا وبإذن زوجها ما تعتكف بغير إذن زوجها يتنافى مع مقصود الاعتكاف ممارسة الأعمال حتى بالأجهزة لأن بعض الناس طبعا يبيع ويشتري في الأسهم ويبيع ويشتري صفقات ما يجوز في المسجد البيع والشراء حتى بالأجهزة لو قال أدير أعمالي نقول يا أخي يا أخي يتنافى مع مقصود الاعتكاف أنك الآن تروح تتدير أعمال في المسجد أما الشيء الضروري واحد يتصل يدير أمور الزوجة الأولاد حتى ما يضيعوا اتصالات لابد منها حتى ما يضيعوا الأولاد يأمن لهم طعاما شيئا يعني فيه أشياء لابد منها بس إيش مقصود الاعتكاف أنه واحد يتفرغ بعبادة الله صلوات الفرائض وإنت مبكر لها أصلا يلا أنت الآن تنتظر لو اعتكف وراح إلى غد مثلا معناها هذا بكر لصلاة الجمعة ولا ما بكر 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 التبكير كله لأنه أصلا في المسجد مبكر على صلاة الجمعة يعني اللي اعتكف في الليلة وغدا معناها أجر بدنه من راحه في الساعة الأولى هذا رايح أصلا قبل الساعة الأولى وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط هذا مرابط أصلا والتراويح والنوافل غير الفرائض واتلاوة قرآن وذكر ودعاء ومحاسبة وتفكر فرصة حاسب نفسك على العام كله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين